بسم الله الرحمن الرحيم هنستكمل الموضوع بتاعنا في مجموعة من مجموعة من عن أقسام المختلفة لعلم الاقتصاد فعندي فيه اقتصاد يسموه Microeconomics Examines the behavior of individual decision making units يسموه حتى باللغة العربية اقتصاد جزئي بمعنى أن أنا بتكلم عن وحدة اقتصادية محددة في وحدات اقتصادية متعددة أنا النهاردة بدرس وحدة واحدة من هذه الوحدات أشوف ما لها وما عليها هذا النوع من العلم الاقتصادي يسموه Microeconomics أو اقتصاد جزئي أما Microeconomics اللي هو الاقتصادي الكلي اللي هو يخص الدولة deals with economy as a whole It examined the behavior of economic aggregate such as aggregate income إجمال الدخل القومي consumption هو الاستهلاك الإجمالي للدولة الاستثمارات المختلفة للدولة and the overall level of practice كأن الاقتصاد الكلي بيبين الدولة إرادات الدولة الإرادات بتاعت الدولة الإنكم بتاعتها شكله إيه واحتياجات هذا المجتمع الكامل إيه بالزبط وعملية الموازنة ما بين الماكرو إيه بالزبط وعملية الموازنة عامة اللي هو الاقتصاد الكلي عامة يخش فيها بقى الاسترادات والتصدير and so on ثم بعد كده هو في بعض الإكسبريشنز لازم أي طالب يكون عارفها زي كلمة الانفليشن بنسمع دائما في الإعلام يقولك حصل تضخم في معدلات تضخم يبقى الانفليشن معنى is an increase in the overall prices مستوى الأسعار عامة cold ساعات يسموه hyperinflation تضخم جامح if a period of very rapid increase لما يكون في تزايد سريع في الأسعار ويستمر هذا التزايد لفترة معينة يسموه hyperinflation طيب deflations عكس الinflation is a decrease in the overall prices levels طيب في كمان stiflations اللي هو بيسموه ركود الاقتصاد يعني يكون فيه ارتفاع occurs when the overall price level rises رابد في inflation ولكن during period of recessions or high and persist unemployment في عدم توظيف وفي ركود يسموه ركود الاقتصاد الunemployment rate اللي هو المعدل البطالة النهاردة لما نحب نكلم عن معدل البطالة the percentage of the labor force that unemployed a key indicator of the economic health يعني معدل البطالة ده هو بيبقى مقياس لصحة الاقتصاد ومدى قوت الاقتصاد يعني مثلا أنا عاوز أتكلم عن unemployment rate معدل البطالة بتشوف المجتمع ككل بتشوف عدد السكان اللي في سن العمل وقادرين على العمل في سن العمل وقادرين على العمل ويبحث عن العمل موجودين هم وقوة العمل نفسيهم اللي هم الموظفين سواء قطاع العام أو القطاع الخاص أو مشاريع خاصة الفرق ما بين التعداد وده يبقى ده بيسموه البطالة يعني بشوف أنا عدد السكان اللي في سن العمل مثلا فوق 18 سنة في سن العمل وقادرين على العمل يعني ما عندهم ش إعاقة تعقهم عن العمل ويبحث عن العمل يعني عاوز يشتغل مش هنقول مثلا واحد مش عاوز يشتغل نشوف عدد السكان ونبدأ نشوف القوى العام اللي شغالة الفرق ما بينهم أو الجاب اللي ما بينهم هو ده اللي بيسموه معدل البطالة الموجودة في أي دولة من الدول اللي عندي وشكرا ونكمل إن شاء الله السلام عليكم